اشتركوا في القناة ما يسألون للتطبيق والعمل فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول ما حق زوجة أحدنا عليه كثير من الناس في هذا المقام سؤاله ماذا ما حق ما حقي على زوجتي كثير من الناس لا يسأل الله هذا السؤال ما حقي على زوجتي لكن انظر هذا الارتقى بالأخلاق يقول رضي الله عنه ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت هذه حقوق للمرأة واجبة هذه حقوق للمرأة واجبة يقول عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أي تطعمها من حال ما تطعم ومن جنس ما تطعم وتكسوها أيضا بما يتناسب مع مع ما تكسو به نفسك لا يعطيها مثلا إذا كان غنيا الرث من اللباس ويلبس الفاخر لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ولا تضرب الوجه يعني إذا احتاج المرأ إلى أن يؤدب أهله وبلغ الأمر إلى أنه لا بد من الضرب فليحذر أن يضرب الوجه لشرف الوجه هذا من جهة ومن جهة أخرى لأن الوجه فيه الحواس ربما ضربة على الوجه تعطل حاسة السمع أو تعطل مثلا حاسة البصر إضافة إلى ما في الضرب على الوجه من إهانة شديدة وغالبا الضرب تتحرك اليد فيه إلى الوجه لأن غالبا الغضب يأتي من جهة الوجه تكون تكلمة ومثلا ترد عليه والشي الذي يزعجه يصدر من فمها فغالبا الضرب يتج إلى الوجه فحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام مهما كان الخطأ الذي يكون من المرأة لا يجوز للرجل أن يضربها على وجهها لا لطمن ولا بجمع يده ولا بآلة ولا بغير ذلك قال ولا تقبح ولا تقبح يعني لا يقبح لا في الأقوال ولا في المعاني لا تقبح يعني لا يقول مثلا قبحك الله أو يا قبيحة أو أنت من بيت قبيح أو يا مثل هذا الكلام أو ما شابه ذلك من المعاني يا رذيلة يا دنيئة يا حقيرة يا سافلة يا مثل هذه الألفاظ هذا كله ما يجوز كل ذلك لا يجوز بل يجب على الإنسان أن يحذر وأن يصون لسانه من مثل هذه الكلمات قال ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت عندما يكون الهجر في البيت تكون القضية ماذا ملمومة ما تكون ما تكون المشكلة التي في البيت منتشرة في الناس وفي المجتمع عندما تكون قضية ملمومة لأن إذا انتشرت الرجوع يكون في النفس من الشيء والتراجع يكون في النفس من الشيء وتدخل وتتدخل أطراف ربما تزيد الأمر شدة لكن إذا حرص الإنسان على أن الأمر يكون في البيت وأن القضية تكون ملمومة في البيت هذا أهون وأدعى لدوام الوئام ودوام العشرة والمحبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر